خريطة التحالفات الانتخابية لم ترسوا بعد على بر بل ما زالت في مرحلة اللعب في الوقت بدل الضائع لحين إغلاق باب تسجيل أسماء المرشحين وحتى ذلك الحين تعلن تحالفات وتلغى تحالفات وتتبدل أخرى من أجل اكتمال الصورة وإن بدأت ملامحها في التشكل صحيفة الحياة تكشف عن بعض تلك الملامح بالقول إن تحالفات جديدة سترى النور قريبا أبرزها التحركات الجارية لتحالف يجمع رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الصحيفة رصدت اتصالات سياسية وتحركات غير معلنة بين قوى محلية يعتقد أنها قد تغير خريطة التحالفات الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة باعتبار أن العبادي يعتبر فرس الرهان لعدد كبير من القوى السياسية خلال الانتخابات لأنه يحظى بدعم إقليمي ودولي بعد استعادة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الصحيفة اعتمدت في كلامها على معلومات مصربة تقول إن العبادي خاض خلال اليومين الماضيين حوارا لقياس أبعاد التحالف مع كتلة أياد علاوي الانتخابية التي تضم أيضا رئيس البرلمان سليم الجبوري كما أن حوارات ما زالت مستمرة لضم زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر إلى هذا التحالف المقترح وعلى خط آخر أيضا أجرى عمار الحكيم حوارات مع الصدر من جهة ومع زعيم ميليشيا بدرهادي العامري من جهة أخرى تصب في إمكانية تشكيل تحالفات جديدة وهي رغبة زعيم حزب الدعوة نور المالكي لضمان عودته إلى رئاسة الحكومة لكن لا يخفى على أحد حتى اللحظة أن الخلافات بشأن تسلسل أسماء المرشحين وعددهم وطريقة ترشحهم في كل محافظة من أسباب التباينات التي تعصف باستقرار التحالفات السياسية فالأرقام تقول إن 27 تحالفا سجل لدى مفوضية الانتخابات أبرزها النصر بقيادة العباد والفتح بقيادة العامري وسائرون المدعوم من الصدر ودولة القانون بقيادة المالك بالإضافة إلى تحالف القرار بزعامة خميس الخنجر وأسامة نجيفي والوطنية الذي يقوده أياد علاوي فيما الجهود منصبة الآن على بلورة التحالفات فيما بينهم اشتركوا في القناة